اهلا بحضراتكم النهاردة زي ما قلت في الانترو نمعانا نجم نجم مختلف دي بصمة كبيرة قوي قوي وهو كانوا بطلقها ليه ملك الجابها اليسرى كان بلعب باك شمال مشواره مليان حكاياته وحواديد ودروس لازم الناشئين اللي موجودين في النادي الاهل وفي النادي الزمالك وفي مصد كلها يستفيدوا منها نجمينا الليلة هو لعب ولعب بجد لعب كان ليه سولات وجولات في كل الملاعب تقدر تقول عليه كده صاحب بصمة كبيرة انا ليه بقول صاحب بصمة كبيرة لان الحتة اللي لعب فيها دي الباك ليفت او الجنب الايسر عمل فيها كل حاجة كان بصير كان مدافع كان بيجيب جوال كان بيعمل افرات كل ما يخطر على بالك نقدر بنقول اللاعب الحديث كان قبل اوانها كمان ومشواره طبعا بدأ مع كرة القدم في مركز شباب الفاشن مركز شباب الفاشن في بن سويف وبعد وقته قصير قوي ظهرت موهبته وطبعا كان هناك من غير من غير لف ولا دوران طبعا راح بعد من فاشن دوت راح النادي الاهلي على طول كان فيه مباراة بين النادي الاهلي وبين بان سويف ولعب مباراة اكبر الناس المسؤولين في النادي الاهلي ان ده لازم يبقى موجود في النادي الاهلي وكانت دي كل شيء في حياته ان هو كان بيحلم كان حلم من حلم حياته ان يروح النادي الاهلي وشفوه في مباراة كانت زي ما قلتلكم بين النادي الاهلي وبين نادي تليفونات بان سويف ولقوا فيها في اللاعب ده نفسه كل المواصفات اللي عايزها النادي الاهلي مدير بقى لك هو ده اللعيب عارف لما واحد بيشم بس ريحة حاجك ويسف لعب يقولك امسك فيه هو لعيبه واخلاقه ملتزم يعني راجل كده زي ما بيقول الكتاب فعلا راجل يقول الكتاب لعيب سلوكيات واخلاق وفنيات وكل حاجة دخل الاهلي سنة 1980 ومن يومها وهو صاحب انجازات ومطولات ولم ولا هو واحد من جيل الاهلي العظيم اللي هو يعتبر جيلي انا يعني هو الحينة وعاد معانا فترة طويلة جدا وفعلا هو جيلي والله يعني انا مش بقول كده لا هو من جيلي وكان اه ما هو من جيلي السابق واحدة انا لعبت مع اربع اجيال وكان ليا الحظ والشرف ان انا لعبت مع اجيال كتير جدا كان بيعتبر جيل المواهب والاخلاق والانتماء جيل ما بيفكرش لا في المال ولا في اي شيء كان عاوز كل اللي يهمه ان يرفع راية النادي الاهلي مش راية الاباس ويسعد جماهيره جماهيره ده اللي هي صنعت نجوم كتيرة وصنعت النجم ده هو اخد بطولات كتيرة على شكله الوانه على مدار تلتميت مباراة عارفين يعني ايه تلتميت مباراة تلتميت مباراة لعبها في النادي الاهلي وده مثلا يبي الفنلة الحمرة وحقق سبعة دوري عام وخمسة كاس وخمسة افريقيا خمسة في عين الحسود ودي طبعا انجازات من الانجازات بتاعته ده مع النادي الاهلي اما تعالى بقى شوف مع المنتخب هتعمل هتليه عمل ايه لعب 118 مباراة دولية لعب الامبيات 84 لولس انجلس ولعب امم افريقية 86 وفزنا بيها وشارك كمان في امم افريقية 84 و88 و92 وفاز ببطل اللعاب الافريقية سنة 87 يقول لكم ده جيل وجيل ليه سولات وجولات ده مش كده بس لا ده كمان جيل التسعينات العظيم اللي لعب في كاس العالم بايطاليا وكان اساسي فيه انجام بالشمال ولعب التلات مباريات لو تفتكروا المباريات كانت هولندا وارلندا وانجلترا المشوار بتاعه ده مشوار عظيم قوي وظل يلعب وينجز ويحقق البطولات لغية معتزل وفاز بلقب افضل لاعب في مصر تلات مرات اللي هي كانت 84 و87 و88 تقريبا كده اه مش بقول لكم لاعب مختلف ونجم عظيم بعد الاعدزال راح على طول للتدريب في الاهلة ودرب عدة فرق اخرى يعني بطلع من الاهلة فرق اخرى تولى تدريب منتخب الشباب وفي نفس الوقت كان النشاط واقف بالنسبة للكرة في مصر وغياب الجمهور طبعا كرة واقفة وغياب الجمهور وده بيعمل بيخلق ناشئ جديد يمثل مصر وفاز بكأس امم افريقية للشباب وراح بيهم الى كأس العالم ولسه بيكمل مشواره مع التدريب فعلا هو نجم من العيار الثقيل تقريبا كده عرفتوه